انت على باب التخرج ولسه ما لقيت شغل اليك كيف تبدأ اول اشي السيرة الذاتية وهي نقطة البداية اتأكد من انه السيفي الخاص فيك واضح مفهوم وسهل القراءة وتذكر منيح انه بتتلقى الشركات مئات السيرة الذاتية في نفس اليوم فاجعل سيرتك تترك اثر عندهم تاني اشي اعتني بصفحتك على اللينكت ان في ايامنا هاي انه بتمتلك حساب لينكت ان هو بنفس اهمية ان تمتلك سيفي عشان هيك احرص على وضع خبراتك فيها شارك اعمالك تواصل مع اشخاص من اختصاصك شارك في النقاشات مع الاخرين ورح تستطيع انه تتعرف على اكبر عدد من الناس ثالث اشي ما تقلل من اهمية الفترات التدريبية صحيح انه ممكن انك تضطر للعمل من دون مقابل بس الفترات التدريبية رح تساعدك على معرفة ما اذا كنت بتحب هذا التخصص او لا عشان هيك من الافضل انخراط في سوق العمل في سنواتك الاولى من الدراسة هذا لجانب الخبرات اللي رح تكتسبها والمعارف اللي رح تبنيها رابع اشي ابحث عن الشركة قبل اجراء المقابلة غالبا ما تسأل الشركات عن ما تعرفوا عن عملها ورح يكون من المحرش عدم الاجابة عن هذا السؤال وقد يكون سبب في عدم قبولك حتى لو كنت بتمتلك المهارات المطلوبة خامس اشي قم باضافة المهارات اللي بيريدها صاحب العمل على سيرتك الذاتية وتذكر انه كل عمل بيحتاج لسيرة ذاتية خاصة وما بتقدر استخدام السيرة الذاتية نفسها لجميع الوظائف واخيرا ما تستنى جواب صاحب العمل تابع البحث عن وظيفة الى ان تجد اللي بناسبك للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today اشتركوا في القناة